السلام عليكم وتتبعي القناة مرحبا بكم في الصفحة الخمسون من كتاب مرشدي في اللغة العربية للمستوى الخامس من التعليم الإبتدائي دائما في الوحدة أثنى الأسبوع السابع مع ظواهر لغوية في الصرف والتحويل تصريف الفعل الصحيح في الأزمنة الثلاثة الماضي والمضارع والأمر أقرأ وألاحظ جلست فاتن ساعات طويلة لا أحد يلاعبها فأخذت تسلي نفسها بالرسم تمر بالقلم على الورق الأبيض فتصنع عصافير تطير هذه خلال الحصة الأولى أحلل أقرأ الجدول جيدا وأنتبه إلى ما كتب باللون الأحمر إذن الفعل الصحيح في ثلاثة أنواع والسالم والمهموز ثم المضعف إذن السالم في الماضي والمضارع والأمر إذن السالم في الماضي لدينا جلسة فهو فعل صحيح سالم نقول أنا جلست أنتما جلستما أنتم جلستم أنتن جلستن هم جلسوا إذن فجلس في الماضي حسب الضمائع يصرف على هذا النحو أما في المضارع فنقول أنا أجلس أنتما تجلساني أنتم تجلسون أنتن تجلسنا هم يجلسون أما في الأمر أنت إجلس أنت إجلسي أنتما إجلسا أنتم إجلسوا أنتن إجلسنا بالنسبة للمهموز وهو الفعل الصحيح الذي به همزة إما في أول الفعل أو في وسطه أو في آخره إذن فعل في الماضي حسب الضمائع نقول أنا أخذت أنتما أخذتما أنتم أخذتم أنتن أخذتن وهم أخذوا في المضارع نقول عن فعل أخذ أنا أخذ أنتم تأخذان أنتم تأخذون أنتن تأخذن هم يأخذون أخذ في الأمر نقول أنت خذ أنت خذي أنت خذي أنتما خذا أنتم خذوا أنتن خذنا نتي إلى النوع الثالث من الفعل الصحيح صحيح وهو الفعل المضاعف الذي به تضعيف مثل مرة فمرة في فعل صحيح مضاعف فنقول في الماضي حسب الضمائع المذكورة أنا مررت أنتما مررت أنتم مررتم أنتن مررتن هم مروا في المضارع نقول أنا أمر أنتما تمران أنتم تمرون أنتن تمررن هم يمرون أما في الأمر نقول أنت مر أو أمرر أنت مري أنتما مر أنتم مروا أنتن أمررن إذن نمر إلى الاستنتاج الفعل الصحيح السالم يصرف مع الأزمنة الثلاثة بدون تغيير الفعل الصحيح المهموز الذي حرف الأول همزة قطع تحدف همزة القطع في الأمر الفعل الصحيح المضاعف يفك إذ غامه في الماضي مع ضمائر الرفع المتحركة وناء الدالة على الفاعل وفي المضارع والأمر مع نوني النسوات نحن نمر إلى أطبق حصة الثالثة أو الثانية عفوان وحول الفعل شدة حسب الضمائر الآتية أنا أنت أنتم يعني في الماضي والمضارع والأمر إذن شدة فهو فعل صحيح ومضاعف إذن فتصيف لدينا الماضي ثم المضارع والأمر بالضمائر الذين أنا وأنت وأنتم إذن أنا نقول شددت أنت أنت شددت أنتم شددتم شددتم نسبة للأمر لا يمكن أن أمر نفسي أنت إذن نقول شدد شدد أنتم شددوا أنتم شددوا لأن أستثمر آتي بفعل صحيح سالم وأصرفه في الماضي إذن فعل صحيح وأصرفه في الماضي حسب الضمائر الضمائر إذن نقول أن لدينا في الماضي نأتي بفعل سقط أنا سقطت أنا سقطت أنت سقطت أنت أنت سقطت سقطت لدينا في لدينا في الماضي لدينا في الماضي لدينا في سقطت هي سقطت و هما سقطت سقطت لأن نمر إلى ثانيا أتي بفعل صحيح مهموز وأصرفه في المضارع إذن سأتي بفعل مهموز ونقوم بتصريفه في المضارع لدينا فعل أكل بالمضارع بالمضارع نقول أنا آكل أنت تأكل أنت أنت تأكلين أنتما تأكلان أنتم تأكلان تأكلون أنتم تأكلون أنت ها يأكل هي تأكل هما يأكلان مذكر وما تأكلان للمؤنث هم يأكلون هن يأكلن ونحن نأكل ثالثاً آتي بفعل صحيح مضعف واصرفه في الأمر إذن فعل المضعف في الأمر سد في الأمر نقول أنت سد أنت سدي أنتما سد أنتم سد أنتنا سديدنا 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 سديدنا